أول مطلب والمطلب الرئيسي هو رد الاعتبار لتخصص العلم السياسية بصفة عامة يدخل ضمن هذا المطلب مطلب رد الاعتبار لأقسام العلم السياسية في مختلف نواحي الوطن هذه الفكرة الأولى نحاول أننا نرجع لأقسام العلم السياسية على مستوى الوطن لغلقوهم من بينهم قسم العلم السياسية بودوا وجامعة بومرداز على مدى أكثر من عامين تحديدا مايي 2017 بدنا الوقافات الاحتجاجية دل والأخرى لرفض الغلق العشوائي لأقسام العلم السياسية طلبة العلم السياسية أقلية مضطهدة من طرف الوزارة بطابعة الحال ومن طرف عدة قطاعات منها قطاع الوظيف العمومي وأنا ضد يعني الإقصاء العشوائي من التوظيف في الكثير من مجالات الوظيف العمومي نحن الشيء اللي نعرفه أن الوزير السابق الوزير الوصي على هذا القطاع الكل يعلم أنه كانت عنده علاقات غير سليمة مع الناس اللي كانت في العلم السياسية ومن ثم جاد اللحظة وينخده وقرار قال هذا التخصص على علم السياسية اللي ربما ولا يديرونجي البعض ولا يقلق البعض ويقلق الكثير قال جاد الفكرة على أساس أنهم يبدأوا ينقصوا في نقاط التكوين تاعه عبر مختلف طراب الوطني